أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا بأن قوات الاحتلال قصفت أربع مدارس مزدحمة بالنازحين في قطاع غزة خلال الأربعة أيام الأخيرة وأوضح المفوض العام للأونروا فليب لازيرني أن ثلثة مدارس الوكالة الأممية قصفت منذ بدء العدوان على قطاع غزة مجيرا إلى أن بعضها قد دمر بينما تضررت أخرى وطلب المسؤول الأممي بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة معتبرا أن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يصبح الوضع طبيعي الجديد